مخلط إذا انتهى داعش أمريكا مين تعيش هذا ما تفضل به الشيخ السمرمة أمريكا يعني هي ليس يعني تعيش في هيكليتها أو آليتها العسكرية والشركات والصناعات الأمريكية يعني بمجرد أنها موجود داعش وتحتاش على هذه الدول بالمناسبة يعني اليوم نتكلم عن التحالف الدولي التحالف الدولي ترى اليوم ما بقى يعني بالعدد الذي تم إنشاؤه في عام الفين أوروبا بالكمية لو بالنوعية لا لا يعني هو أكو 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 دول بها نفرين أكو بها دولة ثلاثة أكو بها دولة مصطحة لا تأخذ فلوس على محاربة داعش أو مد تأخذ فلوس يعني بالعكس أمريكا عقد تطيفهم فلوس أمريكا تطيفس الحكومة العراقية على حكومة العراقية لا هو الحكومة العراقية للتحالف الدولي للتحالف الدولي من يا أخو؟ تحالف الدولي شو تقول أستاذ سمرمد؟ محاربة داعش 60 دولة تدفع فلوس الأمريكية شون هي؟ شون هي؟ شون هي؟ شون؟ شلون تدفع لهم؟ أمريكة بحد يمطيها فلوس آلية تدفع لهم بأي آلية تدفع الفلوس؟ خلصة خلصة الشخص بأي آلية تدفع لهم؟ حلوديين بالصحراء هم لإستفادة أمريكيا يوم أمريكيا شوف يحتاج أمريكا هذة؟ أي لا عديش كل ساعة تحددنا كلا ممنطقة أجندات أمريكية الأجندات الأمريكية ممبقية تحالف الدولي على مدولة الصحراء ومحد فكرتك شيخنا الكريم لكن بالصحراء ممنوع أحد يعبرها أي قل لك أكو بعض المناطق بالصحراء ممنوع أحد يعبرها الأجندة الأمريكية لا أنا ولا أنت نقدر نفهمها وآلياتها للمستقبل